أهلا بيكو أحلى متابعين حكايتنا النهاردة عن طبيبة موهوبة جدا بتتفاجئ أنها انتقلت لعالم سحري ما كانتش عارفة حصل إزاي ولا إيه السبب تعالوا نشوف مع بعض حكايتها عدسنا بتبدأ في محطة القطر لما يونيت شانج بتوصل وبتنزل من القطر تدور على أصحابها اللي مستنينها تيانياو بتقترح أن يونيت شانج وصلت بالسلامة وبتجري تطمنها بس يونيت شانج بتستغرب أن أبوها ما كانش في استقبالها ولما بتسأل عليه تيانياو بتعرف أن جاله اتصال وحالة مرضية استدعته ورحلها بسرعة ساعتها يونيت شانج بتطلب منهم أنهم يوصلوها إلى عيادة الجديدة الأول علشان تفتحها فعلا يونيت شانج لما بتوصل عيادتها الجديدة كانت مبسوطة جدا أن كل اللي طلبته والمواصفات اللي قالت عليها تيانياو نفزتها وفي قسم للطب الحديثي بأحدث أدواته وأجهزته وقسم للطب التقليدي والعشاب فجأة بيوصل ابن المأمور اللي كان أقوى شرطي في المدينة شاهل أبوه واللي غايب عن الوعي وبيهدد تيانياو النوم لازم ينقذوه إلا هي في العيادة قبل ما تشتغل ساعة يونيت شانج بتخليه يدخل الغرفة وفي خلال عشر دقيق كانت أنقذة الراجل من الحالة اللي هو فيها وشياو لما بيشوف يونيت شانج ما كانش مستوعب أنها رجعت المدينة وأنها بقيت أجمل ومعارتها في الطب التوارث بعدها يونيت شانج بتروح الغابة الضبابية مع تيانياو علشان يدوروا على العشاب الطبية الندرة والممرضة لما بتعرف النوم رايحين بتحاول أنها تقنون يترجعوا عن الفكرة دي لأن الغابة الضبابية خطر جدا وفيها وحوش بتهاجم الناس واللي بدخلها مش بيخرج منها بس يونيت شانج مش بتصدق في الكلام ده وبتمشي هي وصحبتها لما بيوصلوا الغابة هم مشيين على حافة المنحدر يونيت شانج بتشوف اللوتس الأزرق السحري فبتقرب منه وبتحاول تجيبه وتيانياو بتمسك إيديها على ما تجيبه بس للأسف يونيت شانج بتزحلة وبتعف الهوية وتيانياو مش بتعرف تنقذها في نهاية الأمر بعد شوية يونيت شانج بتصحة تلاقي نفسها على الأرض واستغابة حواليها كائنات سحرية وظهور مضيئة وكمان جنيات الظهور بتحاول تمسك واحدة منهم بتجري بسرعة جدا وساعتها يونيت شانج بتفتكر إنها ماتت منها في العالم الثاني وتابت قوم تمشيها بتدور حواليها علشان تعرف إيه المكان ده في نفس الوقت اللي بنتعرف فيه على الشينج شين ابن زعيم العشيرة واللي كان عايش في كوخ لوحده وسط الغابة وبيجي صاحبه أهو يقوله النهاردة يوم اختيار الفكهة السحرية وأنه لازم يروح يحصل عليها في الأول شيء ما كانش موافق ولا مقتنع بالحكاية دي ومش عاوز يروح يدور على الفكهة السحرية بس أهو بخليه يمشي معاه بالعافية لأنه لازم يتمم التقوص علشان يبقى الزعيم المستقبلي في الوقت اللي كانت يونيت شانج مشى في الغابة بتحاول تفهم إيا فين تصور بالكاميرا المكان حواليها فدأة عصان شجرة متوحشة بتهاجمها وكانت هتقيدها وتقتلها بس يونيت شانج بتنجو بعجوبة بعد شوية بتوصل للمكان اللي كان زعيم القيا فيه مجتمع مع سحيرة بتبدأ إنها تعمل تقوص سحرية وبتتحكم فضوء صوت بيطلع للسماء وبتقول للزعيم إن الشين يقدر دلوقتي يروح الغابة بحماية الأسلاف علشان يحصل على الفاكهة السحرية ولما يونيت شانج بتشوفهم وتستغرب شكلهم واللي بيعملوه بتصورهم بس في العاش الكاميرا بيحذر الزعيم معاشرته ويخلي رجالته يطاردوها في الغابة ساعة يونيت شانج بتهرب بصورها وبتستخبى منهم ما بين الأشجار لغاية ما بيبعدوا ولما بتحس إنها في أمان بتكمل طريها في الغابة بعدما تطمن إن الكاميرا ما تكسرتش يمسكها ويطر بيها يونيت شانج مش مستوعبة اللي بيحصلها وكانت بتحاول إنها تتخلص منه مش إن بقى كان وصل للمنطقة اللي فيها الأشجار المتوحشة اللي بتهجمه ولغصان كانت هتقيده السواء بتحرك بسرعة وخفة وبتفداها حتى أشواك الظهور السامة اللي كان يتهجم بيها بيهرب منها لغاية ما بيوصلوا الشجرة السحرية اللي عمرها أكتر من خمس تلاف سنة وبيلاقي الفكهة السحرية عليها فبيخودها بسرعة في اللحظة دي كانت يونيت شانج تخلصت من الطائر الأملاق وتحررت منه وتقع على الشجرة اللي شين عليها وبتوقع على الأرض ساعتها يونيت شانج لما بتقع وبتشوف الفكهة السحرية على الأرض بتاخدها علشان تعرف إيدي بس الفكهة بتدخل بقها وشين بيتفاجئ معها ساعتها علشان أكلتها وقتها الجنوب بيوصلوا وكان هيقضوا عليها بس يونيت شانج وهي بتحاول تهرب اكتشفت إنها اكتسبت قوة سحرية وبقتطير ولما الزعين بيعرف باللي حصل بيأكد إنهم لازم يلاقوها ويقتلوها علشان هي دخيلة في علامهم شين كان أخذ شنطتها وشاف فيها دفتر ملاحظاتها اللي عشاب السحرية واحتفظ به في الوقت اللي كانت تيانيا وصحبتها بلغت الشرطة ووصل والد يونيت شانج ومع عادة كبير من الشرطين والجنود يدوروا على يونيت شانج على أمل إنهم ينقذوها من الهوية اللي وعد فيها بس مش بيقولها أي أثر وبطلوا بحس النهاردة ولما بنرجع ليونيت شانج كانت بتهرب لسه من الجنود بتلاقي نفسها عندكوف في الغابة بتقول تستخبى فيه ما تعرفش إن ويت شين أصلا تستغرب من وجود الكائنات السحرية اللي كانت مليئة ولما بتشوف دفتر ملاحظاتها بتتفاجئ وما كانتش عارفة إيه اللي جابه هنا بساعتها بتحس بحركة فبتستخبى بسرعة بس شين بيعرف إنها موجودة وبيشوفها مستخبية تحت السلب وبجبرها إنها تخرج لما بيوقع عليها عن كبوت يونيت شانج بتصرغ زي المجنونة وبتخرج ولما بيلومها إنها أكرت الفكة السحرية وبيقول لها إنها تتعدم علشان كده يونيت شانج كانت متفاجأة ومش عارفة تعمل إيه وتاشين بيشوف جرح في إيديها بتتقلم منه فبيسعدها وبيعلقوا بسحره الشافي في لحظة ويونيت شانج ما كانش تعارفة هو عمل كده إزاي تاني يوم كان شياه وعدك كبير من الجنوب بيدوروا على يونيت شانج في الغابة الضبابية لسه بعد وقت من البحث بيوصلوا لغابة السحرية اللي فيها يونيت شانج بس العناكب السحرية بتعجمهم ومن الخوفهم بيدربهم بالنار وبيهربوا بسرعة أما يونيت شانج كانت وقتها بتحاول تفاهم شين يعني إيه طيارة إنه كان عارف إن الطيارة ما هي إلا طايرة عنقاء سحري ولما يونيت شانج بتقوله إن الطيارة ألم أصنوعة من الحديد شين بيطلخبط ما كانش فاهم إزاي مصنوعة من الحديد وبالطير وقتها بيوصل أهو بيكتشف وجود يونيت شانج السحرية مريضة ووراقها بيزبل ودي أول مرة تحصل من ألف سنة وإن يونيت شانج عندها الطريقة اللي تعالج بيها الشجرة علشان كده مش لازم تموت شوية وبتيجي خطيبة شين بس يونيت شانج ما كانش بيحبها أصلا ولا عاوز يتجاوزها ببيخلي أهو يتنكر على إنه هو علشان هي ما تشكش في حاجة وبيهرب مع يونيت شانج في الغابة في الوقت اللي كانت تيان ياو وهي بتدور هي موي شوان على يونيت شانج بيوصلوا الكوخ على أطراف الغابة الضبابية بيلاو هناك مأزة متأيدة على الأرض ونحل السام بيهاجمها تيان ياو كانت عاوزها تساعدها بس لما بتلاقي النحلة هاجمها بتهرب هي يشوان تاني يوم كان شين قدر إنه يساعد يونيت شانج إنها تخرج من الغابة الضبابية السحرية بس فجأة من حمسها وياب تجري بتطير مرة واحدة مش بتعرف تتحكم في قدرتها شين بيطير وراها وينقذها تاني بعدها بيتفق معها إنه يروح معها لأيادة بتاعتها علشان يتعرف عليها وعلى أسلبها في الآلاق ولما يونيت شانج بتخدعه كانت هطيرب بس هو بيصلط عليها كائن سحري من اللي معاه بيهاجمها وبيدايق فيها لغاية ما بترجع تاني لشين وتتفق معاه إنها مش هطيرب منه تاني لما بيوصلوا عند المدينة شين كان مستغرب من لباس الناس ومن العربيات اللي في كل مكان شوية وبتعب للشرطيين لما بيحاولوا نوم يقضوها لأبوها شين بتتخانئ معاهم وبيتبر زعامهم إنه يسيبها بعدها يونيت شانج وشين بيروحوا بنفسهم المؤتمر الصحف اللي كانت الشركة عملاه بمناسبة لأبضع العصابة كانت بتسرق العشاب السحرية من الغابة فجأة وهي وافبتها على الأرض المغمى عليها ويكتشف إن الضبور سام لدغها وتسممت ولما تعالجتش في أسرع وقتها تموت بساعة والد يونيت شانج بيجرع عليها يشيلها وبينقلها على العيادة علشان يعالجها ولما شين بيحاولوا إنه يعالجها محدش برضى يخليه قرب منها قرر إنه يستنى لما تيجي الفرصة وتكون في القودة لوحدها ويدخل يسحب السم من رائبتها قبل ما يفوت الأوان فعلا لما بيسيبوا يونيت شانج ترتاح شين بيدخل قودتها وبيستخدم تعويزة سحرية علشان يشيل السم بيها بس كيوتشو والد يونيت شانج بيدخل بسرعة شين بيستخبى بقى تحت تسريرها بس كيوتشو بيدوس على ايديه وهو طبعا مش بيقدر يعمل حاجة علشان ما يتكشفش إنه هنا ويوعف مشكلة كبيرة حتى الممرضة هي كمان بتدوس على ايده التانية والشين بيستنى لغاية ما بتيجي فرصة وبيخرج بسرعة من غير ما يحسوا بيه بعد شوية لما كيوتشو بينام شين بيتسحب وبيدخل غرفة يونيت شانج وبيكمل التعويزة السحرية وبيخرج ساعدها من ايده ضوء أخضر بيسحب كل السم اللي اتصاب بي يونيت شانج لغاية ما الجرح بيختفي كمان ولما بيرجع قطه كان في حالة مش طبعية بسبب تأثير السم عليه وبيبدأ يحصل له تهيئات بس لما بيجمع طقته وبيطرد السم من جسمه بيرتاح وبيتحسن شوية بس الدم اللي بينزفه كان فيه السم لما بينزل على الارض كان عامل زي النار وبيحرق الارض مكانه في لحظة تاني يوم كانت يونيت شانج فائت وأبوها بتفاجئ من إنها تحسنت بالسرعة دي ولما بتروح على الهيادة بتتفاجئ إن شين جاي ومظهره متغير تماما وبقال لابس زيهم بكل بتفاجئ بي بس يونيت شانج بتاخده تفرجه على الهيادة شوية وبيج حالة بتعاني من حكة رهيبة في جسمه كله مش عارف يعمل إيه ومحدش بيعرف يعالجه غير يونيت شانج لما بتوصف له الدور المناسب له ساعتها بتثبت للناس إن الطب الحديث أو الغربي ويجيب نتيجة لأن كل اللي كانوا بيجو الهيادة كانوا علشان الطب الصيني الأديم والوخز بالإبر وهكذا بعدها يونيت شانج بتروح الغابة مع شين علشان تعرفوا على نباتات والأعشاب السحرية اللي بياخدوها ويعملوا منها أدوية بس هم مشيين بتلاقي إن المنطقة اللي هم فيها مليانة بالعظام وبوائي جسس حيوانات فبتستغرق وكمان عشان أبوها عاوز يبن في المنطقة دي بالذات مصنع أدوية ومعنى إن فيه هنا عظام تبقى مقابرة أديمة وهيكون لازم إنه يغير الموقع بترجع هي للمدينة علشان تتكلم مع أبوها وشين بيفضل لوحده شوية ولما بيرجع المدينة بيشوف واحدة في الشارع عربية خبطتها ورجليها تقصرت فبيساعدها وبيرجعها بيتها وهناك بيعالجها بتعويزة سحرية والكسر اللي كان في رجليها بيختفيه بس كان فقط جزء كبير من طقته وبيعدي يرتاح شوية بس بيلحظ إنها عامية ومش بتشوف خالص بيفحص إنها بيلاقي إن إصابتها ممكن علاجها وبصارها يرجع لها تاني بيتفق معها إنه هيبقى يرجع لها في وقت تاني لما جمع العشاب الكافية وبيقول كده أصلا علشان يسترد طقته علشان يعرف يعالجها بالسحر بيعرف منها إنها عيشة هنا لوحدها وأخوها في السجن بس في الوقت ده كان شياو خرج أخوها زوه من السجن واتفع معها لإنه يخلص على شين فعلا في الوقت اللي كان شين ماشي في الغابة ورجع على المدينة بيتفاجئ بالعصابة بيتطرره في الوقت اللي كانت يوني تشانج في العيادة لما الكائن السحر اللي سابه معها شين بيخليها تروح الغابة تدور عليه لإنه حسس إنه في خطر لما يوني تشانج بتوصل الغابة كان بتدور على شين بيشوفها زوه بيلاقي إني دي فرصة مناسبة جدا لخطته إنه ساعد شياو في إنه أعف حبه زوه بيتفق مع شياو إنه يخليه بعيد وهو ويصبته هياجم الشين ولما يوني تشانج تلاقي إنه في خطر شياو يروح ينقذها وسعيتها هتحبه على طول الفكرة بترجم شياو بينفزها فعلا زوه بيروح ياجم شين اللي بيستخدم قوات سحرية وبيبعدهم عنه وعن يوني تشانج علشان يحميها منهم بسهما بيضربوا عليه رصاصوا بيوقعهم فوق الجرف ساعتها بيظهر شياو والعصابة بتختفي وبيرجع يوني تشانج العيادة بعد مفاهمها إنه شين أكيد مات والنوم مش يعرفه وينزلوا الهوية يدور عليه بس في الوقت ده بنكتشف إنه شين عايش ما تصفش ولا حاجة كل الحكاية جرح في إيده وإنه وقع على صخرها ساعتها بيعالج نفسه وبتعويزة سحرية بيعمل غصن من الشجر يتمسك بي على قمة المنحضر ويتسلق بغاية ما يخرج تاني وبيتفاجئ إنه يوني تشانج مش موجودة ما حاولتش إنها تساعده بيرجع العيادة في الوقت اللي كانت يوني تشانج بتتحيل على الشياء وإن يومر بحملة للبحث عن شين وإنقاذه وبيرفض ساعتها كانت تيان ياو جاءت تقول ليوني تشانج إنه شين رجع ومش مصاب ولا حاجة تاني يوم في العيادة بتيجي واحدة مريضة كانت رجليها مصابة والعشاب اللي تيان ياو بتوصفها لها ما جابتش نتيجة والجرح زاد وتلوث كمان وأهل المريضة كانوا بيهددوا إنهم هيدمروا العيادة لو معرجوش رجليها ساعتها يوني تشانج بتقولهم إنه لازم رجليها تبتر لأن الصديد انتشر ووصل للعظم بس شين بنظرته الساقبة بيقول ليوني تشانج إنه مش لازم يبتروا الرجليها والحاجة بيقول لي على المفروض تعمله وتستخدم أدوية إيه كمان فعلا لما يوني تشانج بتعمل بنصيحته بتعالج رجل المريضة من غير ما تضطر البترها والست حالتها بتتحسن بعدها كان شين مع تيان ياو بيجمعوا عشاب من الرغابة لما المدينة بتمطر وبيستخبوا تحت صخرة من المطر واته بتقوله إن يوني تشانج وتتصرف معاه بالطريقة دي علشان بتحبه فاجأ بيهجمهم من ضبور السحر المسمم اللي كان أصاب يوني تشانج قبل كده وشين بيقررن لما جاو يتحسن تتبع أثر الدبابير دي بيعرف إي حكايتها ولما بيرجعوا العيادة كانوا أهل المريضة بيشكروا يوني تشانج على الأعمالات وبيقدموا لها تصجار ساعتها شين وشياو بيتخنوا على مين فيهم اللي هيعلقوا يوني تشانج بتتخاني معهم الاتنين وبتقرر إنها هي اللي هتعلق اللوحة بنفسها ساعتها بيجي واحد من العمال اللي شغالين في مصنع الأدوية وبيطلب من يوني تشانج تروح معاه بسرعة علشان واحد من العمال تصابه مش عارفين يساعدوه وقتها يوني تشانج بتروح بسرعة ومعها تيان ياو وشين وشياو كمان لما بتفحص العامل بتلاقيه تصاب بلدغة دبور سام برضو وشين بيجارة من فيه سر وحاجة غلط بيخرج برة الواحد ويقف ويفكر وبيطلع الدبور السام اللي كان استادو وهو مع تيان ياو في الغابة الصبح بس ساعتها واحد من العمال بيشوف مع الدبور وبياخده منه وبيبلغ عنه كيوتشو وشياو مش بيلاقي حجة أحسن من كده علشان يخلص من شين فبيوبط عليه وبيحبسه في السجن تيان ياو لما بتروح تشهد إن هي كانت معاه استادو الدبور ده سواء مش بيصدقه وبيخليها تمشي مش بيفرج عن شين بس الشيفاي ابن عم شياو بيعرف من شين مواصفات الدبابير السامة دي وبيقرر ان يروح يدور عليها في الغابة بنفسه علشان ينقذ الناس في الوقت ده كان العجوز المصاد مات من أثر السم كل بتصدمه من الخبأ انه بالنسبة ليهم ده مجرد دبور يبقى ازاي السم بتاعه يموت إنسان في ظرف كم ساعة بس يونيتشانج بتقرر انه تشرح جثته علشان تعرف سبب موته الحقيقي ونوع السم اللي تصاب به شيفاي هو في الغابة بيلاي عش دبابير فبيحاول ان يصطاده بشبكة وللأسف انه بيوع منه الدبابير بيضطرده طول الليل صبح كان رجع للشين الزنزانة وقال له على اللي حصل بيوري له دبور من الالف اصطادهم بس الشين بيقوله انه ده مش الدبور السام بيوري له صورة له ورسمها شيفاي كان عاوز يلايه الدبابير دي في أسرع وقت لما انه ما يعرفش شكلها بيخرج شين من السجن وبياخده معاه على الغابة في الوقت اللي كانوا عمال كتيرة من المصنع تصابوا والبقائين سابوا الشغل ومش بيكملوا بون المصنع خوفا ده يكون مرض معدي العم دبابا هو كمان بيتصل بكيوتش يقول له يوقف عمل في المصنع لغاية ما المشكلة دي تتحل ولما شياه بيروح السجن ومش بيلاقي شيهم بيغضب خصوصا لما بيعرف ان الشيفاي هو اللي خرجوه في الغابة كان شين قدر انه يعمل فخ للدبور السام وساب كم نقطة من دمه على النباتات علشان يكذبه وفعلا الدبور السام بيظهر وبيقرر انهم يتتبعوا علشان يعرفوا جاي من اين واتهزو بيطارد شين ولما بيليه وبيحصره هو ورجالته شين بيوقع عيش الدبابير عليهم وشيفاي بيمسل انه دي دبابير سامة وانه تلدغ منها فزوه ويصبته بيهربه بسرعة اما شين وشيفاي يتتبعوا الدبور لغاية ما بيوصل للكوخ المعزول بس مش بيدخلوا ولا بيقربوا منه وبيرجعوا المدينة الاول علشان يبلغوا ولما شياوا بيعرب المعلومات دي بياخد قوة وبيروح على الجبل علشان يقض على صاحب الخلية بس لما بيوصلوا اول ما بييجوا دخلين بيتفجوا بالدبابير بيتعجمهم فبيهربوا بسرعة وبيرجعوا على العيادة علشان يونيت شانج تعالج اللي تصابوا منهم بعدها كانت يونيت شانج جعلجتهم بعشاب سحرية وناموا شوية وبدأت تفكر مع الشين في علاج ليهم بس ساعتها بتظهر الغصان شجر بتتحرك على الحيطة الكائن السحر بيحاول يبعد عنها بسرعة ولما الغصان بتختفي شين بيطمينها وبيمشي هو شين كان عارف ان اللي بيتحكم في الغصان دي هي السحرة بتاعت ابوه الزعيم وكانت جاية المدينة علشان ترجعوا علامهم تاني بس شين بيقول لها انه موجود هنا علشان يتوصل لعلاج للشجر السحرية اللي بتموت بس السحرة مش بيفرق معاها ولما بيلايها مصممة ترجع بيه العشيرة بيتهرب منها في المدينة ولما بترده ومش بتعرف تلحاوه ان الزحمة بتطير وبتمط من بيت لبيت علشان تأطر التريقون شين بيعرف يهرب منها وبيرجع على عيادة وبيعمل تركيب الدواء علشان يعالج بها السم ولما بيجربه على واحد من المصابين غصب عن الكل علشان ينقزه فان الدواء بيجيب نتيجة والمصاب بيتحسن في دقيقة واحدة بس ولما بيفحصه شين بيكتشف ان الدواء لسه في جسمه وان الدواء اخر اعراضه شوية بس وقتها كانت السحرة وصلت العيادة وينيتشانج لما بتشوفها شين بيقولها انها المعلمة بتاعته بحاول يقنع فيها انها تسيبه في المدينة لغاية ما يعالج الناس ويحلوا مؤامرة الدبابير دي فجأة بتظهر واحدة كانت بتحاول تموت نفسها المعلمة بتسيطر عليها بسحرها وبتمسح ذكراتها علشان تهيش في سعادة ولما يونيتشانج بش بتتأثر بالتعويزة اللي عملتها المعلمة بتعرف انها هي اللي اكرت الفكهة السحرية شين وينيتشانج بيقنعها انها تستنى معهم لغاية ما يحلوا المشكلة دي لان الدبابير السامة دي من عالمهم وفي حد يدر ان يخرجها منه ويعدلها بحيث انها متموتش في العالم العادي المعلمة اخيرا بتوافقه كمان علشان كان عند افضول انها تتعلم طرقهم في العلاج والطب شياو كانت صابه وكمان بسم الدبابير وابو بيلجأ لكيوتشو علشان يعلقه بس على ماشين وينيتشانج بيوصلوا لأصر بتاع شياو ومعاهم المعلمة كانت دكتور ينجي وان عالك شياو يستغل نقطة انه هو اللي عالك شياو في كده وبيطلب من والده انه يساعده في انه يدخل الشحنة من غير مشاكل بيسيب له كام سبيك الدهب في المقابل وشياو بتعجبه الفكرة وكان عاوز انه يقوم بالصفقة دي علشان يعمل صروة بس ابوه ما كانش مرتاح وتاع شياو بيروح لوينش وان وبيدي له سبيكتين دهب وبيتفق معه على انه يختم له وصيقة الموافق على دخول الشحنة من الميناء بختم العمدة والده فعلا بقى وينش وان بيروح مكتب والده وبيسرق الختم وبيختم التوصيق وبيمضى عليه كمان بس قبل ما يخرج بيسمع ابوه جايفة بيستخبه بسرعة وهنا كانت المفاجأة وينش وان بيشوف ابوه وبيتكلم مع سكرتيرو على مجن بالورات سحرية في الجبل فقال عمدة بيسيطر على سكرتيرو بقواة سحرية اللي بنيكتشف اللي بيمتلكها وبيمسح من زاكرته اي حاجة تخص الكهف وتاون شوان كان مصدوم من اللي سمعه وشافه وبياخد الخريطة اللي ابوه الطاعة وبيروح يقابل تيان ياو علشان تساعده بس قبل ما يعرف يقولها حاجة كان شاو ووصل واخده على جنب واخد منه الوثيقة اللي مختومة ومن بعدها وشحنة الأدوية بتدخل البلد وكل الناس كانت بتشربها مهما كان المرض اللي بيعانه منه وفي يوم لما تيان ياو بتعرف اللي وين شوان عمله وبتروح تتخاني معاه وهو بيجري وراها علشان يفهمها الحقيقة بتوع منه خريطة كهف البلورات اللي بتشوفها كانت المعلمة السحرية وبتستغرب من الخريطة والأماكن اللي فيها وبتروح بنفسها علشان تشوف ايه المكان ده ما كانتش عارفة ان شين بيرعيبها وماشي وراها خطوة بخطوة ولما المعلمة بتدخل الكهف كان فيه طاقة غريبة تفاجئت بجس البنت متجمدة وحوالها الدبابير السم اول ما بتشوفها بتحس انها مألوفة جدا بالنسبة لها وانها شفيتها قبل كده لما بترجع بذكراتها بنكتشف ان عمدة المدينة كان في الاساس زعيم على شريتهم واسمه مو نانيو وانه سعب علامهم متخلع منصبه علشان البنت العادية اللي بيحبها شيا وودي وفي ليلى كانت المعلمة السحرية بترئيبهم ولما شفيته بيهرب معاها سمم الماء اللي شيا وودي بتشربها تسبب في موتها والمعلمة السحرية لما بتفتكر اللي حصل بتضحك دحكة شريرة علشان مو لسه محتفظ بجسة حبيبته لغاية النهاردة بتمشي من الكاف ولما شين بيدخل ويشوف الجسة بيعرف ان فيه سر كبير ولما بيرجع العيادة كان وقتها اهوي بعتله رسالة من الجنيات السحرية بيقوله انه لازم يرجع العشيرة لان الشجرة بتزبع يوم عن يوم بس شين بيرد عليه وبيقوله انه لسه بيدور على العلاق واتا شين بيرا كل الكتب اللي بيلاقيها علشان يلاقي علاج للشجرة السحرية ولما يونيت شانج بتيجي تساعده بتفتح شنطته علشان تعرف مخب فيها ايه بس بيدخل فبقها ورقة من عجبة سحرية بتسبب لها في حزوقة اكتر من ساعتين ما كانتش عارفة تشتغل ولا تعمل حاجة بترجع لشين وقتعتزله وتطلب منه انه يعالجها فبيفزعها والحزوقة بتختفي فورا وساعتها بيقولها على سر الكهف البلوري والاتنين بيروحوا على هناك تاني وقتها كان العمدة مو بسمعه السحري الخارق عارف ان في حد دخل الكهف فبيروح على هناك بسرعة واتا شين وينيت شانج بيستخبه بسرعة ومو اول ما بيدخل بيتفاجئ بالمعلمة السحرية ظهرت وساعتها يتعرف عليه وتعرف انه مو نفسه وبتتقاتل معه لغاية ما بتشيل القناع اللي على وشه وتطلب منه ان يرجع لعشيرة معها وانه يصلح وضعها بعد ما وثقت فيه ودمر شكلها قدام الكل علشان خاطر واحدة عادية مش من علمهم اصلا لما بيفض ان يرجع معها بتمشي وبيتسيبه ما كانش يعرف ان هي اللي سممت المية شيا وودي بعدها مو بيعرف ان المكان هنا ما بقاش امان على شيا وودي فبيخدها وبيرجع بيته لما بيمشي شين وينيت شانج بيخرجه ولما شين بيحرك الصخرة بيلاقي فيه جسة تانية تحت الصخرة اللي كانت عليها شيا وودي في الوقت اللي كان مو حافظ جسة شيا وودي في مكان امن في القصر بتاعه على ما ييجي اليوم اللي يعرف يرجعها فيه في الوقت اللي كان شين متضايق من الدواء اللي عمال ينتشر في السوق وبتحدى واحد من الموظفين ان ده مش دواء اصلا وبيشرب ثلاث ازايز بحالهم علشان يزبط ان مالوش مفعول بس بعدها بشوية كان بدأ يظهر عليه تأثير مخدر واكتشف ان ده مش علاج ولا حاجة وانه مورفين وقتها بتكتشف يونيت شانج ان المورفين ده له اصر الادمان واللي بتعود عليه لايمكن يقدر يعيش من غيره فعلا شين بتحول لمدمن وانه تشانج بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تعالجه وبتمنعه من انه يشرب من الدواء ده تاني وده بيتم بصعوبة جدا وقتها بتعمل مطور صحفي علشان تثبت للناس ان اللي هي بتعمله هو الدواء الحقيقي وان المورفين وهو الى مسكن وبيضمر صحتهم عن انه يعالج اي مرض عشان تثبت ده بتخلي الدبابير السمة تلدغى قدام الكل والصحفيين كانوا بيصوروا تاخد الدواء اللي هي طورته علشان تعالج نفسها فعدها شين لما بيتحسن شوية بيروح مع وين شوان يقابل ابوه العمدة علشان يقوله على الدواء اللي مالس سوقه كل الناس باقي بتشتريه شين بيقعد مع العمدة لوحدهم وموه ده يبقى عمه في الاصل وبتفاجئ ان شين عرفه بساعتها وما الاتنين بيتأتلب قوام السحرية ولما موه بيتأكد من قوة شين بيتراجع وبيتكلم معاه به دوء وشين بيطلب منه ان يحل مشكلة المورفين بس موه بيوافق بالشرط واحد وانه جاوز تيا نياو ساعتها شين بيرفض لانه عارف انها هي وين شون بيحبوا بعض الشياء هو كمان كان في ورطة كبيرة علشان تجربه اهتقى بأمر من العمدة وكمان أدمن المورفين فأبوه بيحبسه في غرفة والشي فاي بيضربه في كل مرة كان بيطلب فيها الدواء في نفس الوقت اللي شين هو كمان كان بيعاني من أعراض الانسحاب مع الوقت بتثبت تينو تشانجل الناس ان الدواء اللي هي عملته فعال فعلا ويجيب نتيجة بتبدأ تبعي كميات كبيرة منه بس الشياء هو لما بيشوف ده بيتدايق خصوصا انه كان بيتحكم في إدمانه للمورفين بالعافية بيفرض على كل اللي كانوا بياخدوا المورفين انهم يتعزلوا في حجر صحي مجان لغاية ما يستعيدوا عقولهم وبالليل كيوتشو بيرجع كل هدايا الزواج اللي زوجته كانت قابلته من آلة شياء هو بيلغ الخطوبة اللي ما كانتش يعرف عنها حاجة علشان ما يفرضش على بنته زواج هي مش عاوزها أما موفا بيروح لأخت زوه وبيعالج عنيها وبيقدر ان يخليها تشوف تاني وبعد ما كان زوه بيهجمه كل ما يشوفه يعتزله ويقوله انه هيفضل مديوله لعمره كله وانه ما يحتاج اي خدمة يقوله وما يترادلش شاوبة بيقود حملة للأبض على اللي كانوا بيبيعوا المورفينة أو بيطعطوه ومن ضمنهم شين بيحبسوا في الحجر الصحي لغاية ما يتعافى تماما بس كان في الحجر مجموعة من المجرمين معاهم المورفين وبيبعوا لناس وبيبوازوا فترة علاجهم طبعا شي مش بيقدر ان يتفرج ويسكت وبيوقف المجرمين عند حدهم بعد ما بيضربهم ويونيتشانج لما بتيجي تزوره وتشوفه في الحالة دي بتطلب من شياو ان يخرجه بس هو بيرفض بالليل لما بترجع البيت الجنية بتقول لها انها عاوزة اتوصل رسالة بسرعة لشين ولازم تروح له كان لازم ان يونيتشانج تتصرف وشيفاي بيساعد يونيتشانج في النات روح السجن وتقابل شين وساعتها الجنية بتقول لهم ان هم لاثنين لازم يروحوا عند الشجرة السحرية في أسرع وقت لما تموت بس برها كان موم متخافي وبيطل الحراس وبيرمي بنزين في كل مكان وبيولع في السجن والمساجين جوه كانوا بيستنجدوا بأي حد يساعدهم ساعتها شين بيكسر فالس زنزناتو بيحررهم وبيهربوا كلهم ولما شياو بيجوا بيشوفوا النار والعب بيقولوا انهم يستنوا المطافي بس لما شيفاي بيقولوا ان يونيتشانج جوه شياو بيجنن وبيحاول ان يدخل السجن علشان ينقذها بس مش بيقدر في النهاية والنار كانت بتتشد وقتها يونيتشانج كانت فقدت الوعي هي وكل المساجين من الدخان فشين بيستخدم زحره ويضفو النار ولما بفوق بيخرجه من السجن وقتها شين بيغم عليه بسبب ضعف طقته وحالته الصحية للضهورة وينيتشانج بتتخانيه مع الشياو علشان تعمد من يعمل حريق في الحجر الصحي ويخلص من كل اللي ادمانوا المورفين ويحمي باية الناس والمدينة منهم وكان مهم يستخبئوا معابون دوئية ومستنى اللحظة المناسبة علشان يقتل فيها فجأة بيدرب رصاصة على انيتشانج بس الشياو بيفديها وبياخد هو الرصاصة بدلها وبيحلف لها ان مش هو اللي ولع النار ساعتها كل قوات الشرطة بتطارد الشخص الغامد ده بس مش بيعرف يقبضه عليه وانيتشانج بتصهر تعالج شين بس ما كانش بيفوق وكانت منهارة وبتتمنى انها تتنازل عن حياتها بس هو يفوق ساعتها شين بيفوق للاحظة ويغم عليه تاني وانيتشانج بتترهب عليه شين كان وقتها بيحلم بان الدبابير السامة بتعجم اهل العشيرة والنار ولعت في الشجرة السحرية وده ما كانش حلمي ده كان بيحصل حي ولما بيفوق بينزف دم وانيتشانج ما كانتش عارفة المشكلة فين بعدها بشوية بيجي مو يطمن عليه ولما بيكون مع الوحلو بيخرج دبور سامو بيخليه الدغو بيصحب منه السم والمرض اللي بيعاني منه ولما شين بيفوق مو بيقوله انه زمان علشان ينقش ياو دي حاول سرية الفكهة السحرية والد شين عقبه وسجنه في سواتات شين بيعالجه وبينقله منطقته الروحية وبيخليه يهرب بدلوقتي لما مو عالج شين يبقى رضيله المعروف بتاقه وفوق كده كمان بينقله مهارات روحية وقوة الشفاء وازاي ينقي جسمه من السموم كمان وفي لحظات كان شين اوى من الاول بمراحل يون شوان لما ما بيلاقيش فرصة في انه يفوز بحب تيانياو وبيلاقيه مصممة على انها بتحب شين وكمان مو عاوزاها ترطب بيه يون شوان ما كانش قدامه غير انه يسمع كلام ابوه وينفذ اللي هو عايزه اما شين يونتشانج بيروح يزوره شياو علشان انقذ يونتشانج من الموت في الوقت اللي كان يون شوان بيدور في صور القديمة وبيشوف صورة امه واستغرب هي راحت فين وليه ابوه مش بيتكلم عليها دي يوم اختفت في ظروف غمضة وقتها بيفتكر الخريطة بتاعت الكهف البلوري ولما بيدور عليها مش بيليها فبيفتكرها بالزبط ويبرسمها من عقله ولما بيروح الغابة يدور على الكهف بيوصله في الاخر ولما بيدخل بيلاي ان الجسة اللي موجودة فيه تبقى جسة وحدة ساعة بيصورها وبيمشي هو عارف ان ابوه وراء سر كبير وهو سبب اختفاء امه بيرجع للمكتب وبيدور في المستردات علشان يشوف سجلات اللي اختفه من كام سنة في الوقت اليسين بيخدع فيه شي فاي وبيخليه يبلع حجر سحري بالصدفة وبيفهمه ان عيموت لو الحجر فضل في بطنه بس كل العلاجات اللي بيدها له هو كانت علشان يساعده انه يتخلص من تعالصمه في الكلام فعلان ده اللي بيحصل بس الشي فاي مش بيأخوا باله من النتيجة بنشد التعب بسبب الادوية اللي اخدها واجعت له بطنه وبما ان يونيتشانج الدواء بتاعها تشهر وبقى الناس بيشتروا كميات كبيرة منه بقليها عداء وبنشوف واحد من اللي شغالين معها في العيادة كان بيلعب رهانات في الشارع وبيخسر كل فلوسه فبيستعر فلوس من على التربيزة وبيهرب بالساعتها الناس بيجروا وراه واول ما بمسكوه بيطحنو ضرب ساعتها بيظهر له واحد غني وبيرميله رزمة فلوسه بقول له انا هدي لك اللي انت عايزه بس بشرط بيتفق معه على سر بعدها بنشوفه هو بيبيع مع يونيتشانج الادوية للناس وكان شكله متوتر لما يكون عامل عملة هنا بنعرب بأنه بدل الادوية الصح بادوية مسممة علشان يتسبب في مشكلة كبيرة في الناس اللي بياخدوا الدواء المزايف تاني يوم كانوا ماتوا وآهليهم بيروحوا يدخنوا مع يونيتشانج والشرطة كانت هتقبض على شيم من هو اللي عملها بس شيم بيهرب بسرعة ولما يونيتشانج بتروح للشياو بتطلب منه النحاء الأول بيقول له اني فيش يكاوة بالفعل وانه ما يقدرش يعملها حاجة بعدها كانت يونيتشانج وتيانياو راحوا يزوروا الناس اللي فقدوا أهليهم بسبب الدواء المزايف بس ما حدش منهم بيعملهم كويس وبترضوهم بفيش غير واحدة بس بتروح تطلب من يونيتشانج انها تيجي تشوف قص الجزة علشان تعرف سبب موته الحقيقة فعلا يونيتشانج بتفحص قصته ساعتها بتعرف ان السبب موته سكت قلبيها بسبب سم قوي على ما بيعرفوا سبب موت الناس كانت شين رجال لما بيفكروا مع بعض وبيكتشفوا ان اللي ورا الحكاية دي واحد من اللي معاهم في العيادة بيخرجوا ويتكلموا بصوت عالي على ان الشرطة قدرت تعرف من اللي تسبب في موت الناس وهيجو يقبضوا عليه ساعتها الشاب اللي بدل الأدوية بيحاول يهرم بس شين وانتشانج بيمسكوه كان عرفوا من الحقيقة ومن اللي كلفوا بالمهمة دي بس فجأة حد بيرميه بابرة مسممة بيقتله في لحظتها وانتشين بيطارد الشخص اللي قاتل الشاب وبتقاتل معاه بس مش بيعرف هو مين ولا مين اللي وراه بيهرب منه في لحظتها في الوقت اللي شي فاي كان بيفحص جسد الشاب فجأة بتلاقي يونتشانج شياو بيقول لها انه لازم يقبض على الشين بتستغرب انه عاوز يقبض عليه حتى بعد ما عارف ان في حد بيورطه ساعتها الشياو بياخده على جنبه بفاهمه انه عارف الحقيقة بس بيعمل كده يخذع علشان يوصل للمجرم الحقيقي في لحظة اللي كانت الدبابير السامة بتهاجم عشير تشين ومحدش كان عارف يسيطر عليهم ولا يعالج السم بتاعهم غير زعيم العشيرة اللي بيستخدم قوات سحرية وشانجوان والد يونتشوان بيروح يقابل مو اللي بيفجه وبيقول له انه عارف انه بيعاني من مرض خطير وبيدور على علاج مو بيقول له انه عنده علاجه وكمان هيخليه عيش اكتر من مئة سنة والعلاج ده في الفكهة السحرية وبيفاهم انه وعلته بيعانه من لعنة بيتخليهم يموته في سن الخمسين ومش بيتخطوه علاج اللعنة ده متوقف على انه يأكل الفكهة السحرية من الشجرة الاسطورية اللي بتنتص تقطها وسحرها من الارض وراءه عمل كده اللعنة هتطرف عنه وعن ابنه بعدها كانت يونتشانج قاعدة مع ابوها لما بيجيله رسالة من مو برضو بيقوله فيها عن الفكهة السحرية وبيطلب منه يروح يقابله علشان يشوف هيوصلوا لها ازاي الدكتور ييب يروح على طول يقابل مو هو مش مصدق انه في حاجة بالقوة دي ومو بيأكد له كل كلمة في الوقت اللي يونتشانج بتلاقي الجنية فقدت الوعيه في خطر كبير فبتخدها وبتجري بيها علشان ترجعها على ما يمكن تنقذها في الوقت اللي بيلاقي واحد من محترف الكاراتي في اليابان اسمه دا شان يو دا بيروح يقابل الطبيب الياباني تينج يون ولما بيعتدي على تينج يون ويهينو كل الأدباء وتلاميذ تينج يون بيهجموا على دا شان يو وبيقتلوه في الاخر الاتنين بيعودوا يتكلموا مع بعض وشين وشيفاي كانوا بيرقبوهم بس دا شان يو بياخب بالو منهم شين وبرعب دا شان يو وتينج يون شيفاي بيديقوا وبيلفت نظر دا شان يو ليهم وبيعرف انهم بيرقبوه بس في لحظتها شين بيهرب في الوقت اللي كانت يونتشانج بتفكر في كل اللي حصلها من يوم ما وقت في الهوية وقبلت شين ساعتها بتلمحه وايف وراها وعلى ما بتروح تكلمه كان هو اختفق ويروح يقابل شيئا ويتفق معه على الخطوة اللي جاية تاني يوم كان شين اتنكر ودخل مدرسة تينج يون علشان يتجسس عليه ويعرف اي معلومات عنه وساعتها شين بيسمعه وبيتكلم مع صحفية وبيتهدده بموضيه وانه هو اللي قضى على الزعماء التانيين اللي كانوا في المدينة وعمل عنف في البلد واباك كتير من الشعب وعشان تثبت له انه كلامها صح بتوريه الصورة له ايام اللي حصل ساعتها ده شان يو بيدخل وبيخل الصحفية تبقى واحدة من جماعتهم علشان يكسب ثقاتها وما تقدرش بيهم كما انهم بيفكروا بنفس الطريقة ويكتشف ان والد شياو ومو كانوا حاضرين الاحداث دي وكون ان تينج يون لسه عايش كانت غلطتهم وانهم كانوا مفروض يقتلوه زي ما عمل مع البعيين ويطهروا البلد من اليابانيين في الوقت اللي شياو بيروح يقابل تينج يون ويتفاهم معاه علشان يحقق مكاسب شخصية من تجارة الأدوية بس وسط الكلام شياو بيدغط عليه علشان يقول على اللي بيشتغل معاهم ومين اللي بيحركوه صحفية اللي انضمت للجماعة من يومين لسه في لحظة بتشك يونج يون بيقبر مساممة تقتله في ثواني وبتصرخ النمات قال يعني مش هي اللي قتلته عشان كان يقول على الجماعات والمجتمعات اليابانية اللي تسببت في مشاكل كتيرة بعد عشين لما بيفحص جس التينج يون بيكتشف انه مات مسمون بالزرنيخ اللي أسر وكان معلم في رجله لسه ولما بيرجع العيادة يونج شانج بتتخانق معاه علشان بيعرض نفسه للخطأ وبتدي له الجنيه الصغيرة وبتخليه علجها وينقل لها منطقة الروحية بعدها بيقرر عشين انه يرجع على العشيرة بتاعته وساعتها يونج شانج بتقرر انها تروح معاه ويو شوان بيواجه الشين وبيطلب منه ان يعرفه الحقيقة فشين بيصرحوا بيقولوا انه يبقى ابن عمه وبيغم عليه وبياخدوا معاه على العشيرة في الغابة الضبابية واول ما شين بيدخل ارضهم بيلاقي ان الجيش والناس مصابين بسم الدبابير الغريب فبيعالجهم بسرعة ودي اول حاجة بيعملها حتى قبل ما يسلم على ابو زعيم العشيرة ويعرفون رجع ولما زعيم العشيرة بيعرف بوصوله بيعاقبه بأمورهم بحبسه في الوقت اللي كان قاعد بيفكر في يونج كانت هي اكتشفت الحقيقة وعرفت ان شين اللي كانت معها طول الفترة اللي فاتت يبقى اهوي مشيني الحقيقي ولما بتوجهوا بالحقيقة دي بيتخانقوا وبتسيبوا وبتهرب في الوقت اللي كان مو والد شياه ووصلوا الجبل ومعهم قوات من الشرطة علشان يقتحموا ارض العشيرة ويسروا الفكهة السحرية مع لما بيوصلوا حدود الغابة كان جيش العشيرة في انتظرهم وبيمنعهم من انهم يتقدموا خطوة وكانت اللي بتقودوا المعلمة السحرية اول ما بتشوف مو اللي معاه بتعددهم وبتوريهم علبة فيها الفكهة السحرية وبتوعدوا من النملة وانسحبوا النهاردة وترجعوا هتديهم الفكهة واتهموا صديقه مش بيصدقوها وبيهجموا عليهم والقتال كان شارس جداً بين الطرفين ومو بيستغل الفرصة وبيسرق منها العلبة اللي فيها حبة الفكهة السحرية وبيهرب وكل اللي كان فارق معاه من البداية انه يحصل على الفكهة ولما الجنوب بيتأتلوا مع جيش الأشيرة ومش بيعرفوا يتغلبوا عليه والمعلمة كمان كانت بتستخدم سحرها قوة بتنسحب ويهي بيكشف لصاحبه نمو خداعهم ويرب بالفكهة السحرية وسابهم هم يموتوا بعدها المعلمة بتهاجم القوات وبترمي عليها مادة سحرية بتخليهم ينسوا كل اللي حصل علشان ما يرجعوش هنا تاني في الوقت اللي كان زعيم العشيرة امر بحبس الشين واني يونيتشانج تخرج من عرضهم هي ويونشون واهوي بيدي ليونيتشانج عقد معمول من بزور الفكهة السحرية اللي اتجمعت في السنين اللي فاتت دي ولما بنروح لمو كان رجع الاصر بتاعه ومع الفكهة السحرية وبيبدأ انه يستخدمها ويدمج قووتها السحرية مع جسد زوجته بتفاجئ انه وقتها بدأ جسمها يتحلل ويختفي مش بيعرف يمنع اللي بيحصل وكانت بتتبخر والدعم عينيه ساعتها بيعرف ان دي فكهة سحرية مزيفة بياخد بعدها الباقي من هيكلها العظم اللي بيولع فيه ساعتها بيكتشف ان فيه ابر كانت مغروزة في جمجميتها وبنعرف ان المعلمة السحرية هي اللي ورا الحكاية دي علشان تضمن ان مو يفقد حبيبته للأبد زي ما دمر لها حياتها للأبد وتخلى عنها ولما يونيت شانج بترجع العيادة كانت منهارة علشان شين مش موجود ومش هيرجع تالي وقالت شاوباء لما بيرجع المدينة اول حاجة بيعملها انه بيروح لموه وبيواجه وبيرميه بالرصاص وكان هيقتله اللي اقول لا النمو بيتمتع بسماء خارج وحركة خفيفة وبيقدر ان يتفادى كل الرصاص ساعتها مو بيقوله انه ما خانوش ولا حاجة وانه لو كان عايز يخونه وياخد الفجهة نفسه فكانش يقال له عليها من البداية وان المعلمة السحرية هي اللي خداعيته ولها بيدويهم كلهم وينشوان بقى بيروح يعبر الصحفية اليابانية وبيتفق معها على انهم يتعونوا ويسهلهم شغلهم في مقابل ان يعمل صروة وينيت شانج بتعرف بيفتتاح شركة يابانية في الحي واللي بيساعد على كده كان يونشوان وهو اللي بيحتكر كل الادوية في السوق واصبح من الصعب علي يونيت شانج انها تبيع الادوية بتاعتها ولما بتروح ليونشوان وتوجه بتتفاجئ بيه واحد تاني خالص بطلع ان السبب في كل اللي بيعملوا ده هو رفض تيانياو لحبه انها بتنكر انها بتحبه او عاوزها تكون معاه ولما بيخرجوا من عنده اتنين بيهجموا يونيت شانج وبيسرقوا منها عشان طيطها السيال المرة دي بتضربهم وبتطردهم لما بتطير فجأة وتضربهم الاتنين وبتخليهم يترعبوا وبيعربوا بعدما بتوسلوا ليها انها تعفوا عنهم ولما تيانياو بتسألها عن القوى اللي بايت فيها دي بتقول لها انها كانت بتتعلم فنون قتالية بعدها يونيت شانج بتروح لاب الدكتور يي وتطلب منه فلوس كتيرة تشتري بيها ادوية علشان توفر احتياجات العيادة بتاعتها وما تلقاش الشركة بتاعت يونشوان واليابانيين بتضر يونيت شانج انها تقولي الحقيقة ليي وان الفكهة السحرية موجودة فعلا تحكيلوا عن اللي حصل لها في عشيرة شين ما كانوش يعرفوا ان اخوها مستخبي ورا الكرسي واسمعوا كل الكلام اللي المفروض يكون سر ومحدش يعرف به واخوها بيقول لامها وكده يبقى الخبر في الصفحة الاولى وفي العشيرة كان شين بيتعاقب من تاني وهوي بيتحكم عليه انه يشتغل عامل في ساحة الاخشاء بعقابة له علشان ساعة شين في اخداعهم ولما يونجو بتواجه شين وبتصرحوا بحبها بيقول لها انه مش بيحبها وانها لازم تفكر بقلبها كويس علشان تعرف فيها بتحب مين ولما يونجو بتفكر شوية بتدرك انها بتحبها اهوي فعلا ولما بنرجع ليونين شانج كانت بتخانق مع يون شوية علشان خداعها من تاني ومش راضي يديها وصائق الموافقة على شير الأدوية ودخولها من المينا مع انها جمعت موافقات عدد كبير من الدكاترة التانيين بتتفاجئ بانه بيساعد اليابانيين على حساب ولا بلده ويديهم الفرصة انهم يتنمر عليهم ويزوهم المشكلة بقى دلوقتي في عالم شين والشجر السحرية اني لو ماتت كل القوى السحرية اللي في عالمه وعشرته هتختفي تفتكروا بقى شين هيقدر ينقذ عشرته ويني تشانج هتساعدوا ازاي ينقذ الشجر السحرية قبل ما تموت فعلا ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية لو عجبتكو حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله